موسيقى غمرته شدات طلع فيه وقال لي لي عم تغمريني كأنه رايح مش راجع هاي كانت بوجوده معي هاي كانت آخر كلمة قاله ومن بعدها سمعت صوته ساعة امتين بعد الظهور قال لي موما انا وصلت بس كان مبسوط كتير كان فرحان كتير لانه خبرني انه ما قدر يطلع من من المعجبين او المحبين او ما بعيد شو يسمو كانوا كتير فرحانين انه انه هو وصل هاي كانت آخر مرة بس دايما هاي الكلمة ما بنسيها وقت لقال لي اللي عم بتبوسيني كأنه رايح مش راجع انا تعبان من غيرك اسمعني وردي ضميرك لو عادي تسبني لغيرك انا والله اموت انا ودعته لرامي الصبح قبل ما يمشي بالكوريدور هون غمرته انه ودعته طروحت رجعب السلامة وقرفته وهيك واصلا يعني ما بيغتر عبالك انه مسافر ولا حاله اخبار لما بصل لهونيك الفعلي انا كنت مصر انه بس توصل هايك طمني انك وصلت لهونيك فهيك يعني هاي اخير فترة كان فيه كتير من الابوة والبنوة بيني وبينو يمكن لانه كان جاية من مطرح بحاجة كمان لباي حده بايه هو بالسماء انه موزودة اللي خلي له اياها ولكن بايه كان دجاثر بالسماء فهيدا الشي الحلو اللي خلى علاقتي تكون فيه واتطورت بعدين علاقتي وصارت صداقتي مع كل البيت ومع اخوته الشباب كمان اللي بحبوهم الدرامي متدرامي كمان ذات الشي بهالليلة بحكي معه على التليفان بقل له شو ماشى حالك مبسوط وبهونيك قال لي ايه بس عصبت كتير بالطيارة ما بيحب الطيارة كمان رامي توترته هيك بس لا انه هلا ماشى الحال وكانوا بعتقد عم يتعشوا ممكن أو شي هيك سو قلت له يلا جود لك بهونيك ويلا نطرينك بس ترجع بنا نعمل احلى كونسرت حيكون اول كونسرت سو قررنا انه نعمل هاد الكونسرت المساري اللي بنا نطلع من الكونسرت نروحنا بيها على أوروبا نعمل برمى وهيك اه ما سوء الحظ يعني عادة نجد الشانس تقول له انه با وشي هيك عالطريقة اللي انا هلا عمشو فيها مذاكر حكينا بالليل بتعلن برشة شغلة شديدة تنهار قال لي انه اذا بطلع بلاقي علسان ترازع شيء قلت له انه تأخر الوقت وانه كدت انه تعبيني وعندي تنهار او ما بكير بتذكر انه قال لي انه خايف من التيارة كان خايف من التيارة كان اول مرة بيسافر بتقول له متنك اول ولا اخر شخص بيسافر بتذكر قال لي جملة تب اذا رحت وما رجعت ما بتحتي عظم يريك بتقول له بتقول له راح تروح وترجع بلا عيصد لك شيء رامي ما ودعته انا يعني ملا نهار اللي بده يسافر مبارفعي نهار كان قبله بليلي حتى كان صارلي الشيء اومان ثلاثة ما انا شايفه فقلت له عم تهمتوا عينه امه قال لي رامي قال لي رامي ما تعيش ورايح ومش تداش رايح لانه موت وانا راجع انه بس ارجع خلاص شوفوها بحكي عالتليفون هيك وبوقت ما ودعته هي الليل اللي سافر فيها يعني موجي الصبح كت رفضت تودع يعني لقلت له انه خلاص ما رايح جمعة رايح شوي يلا وجاية يعني انه راح الكتير وكنت غايب بعيد عنه ف يلا ما بدي ما بدي ولا ودع ولا شيء كتير قصر يعني حتى كنا هون فوق على الدرج كنا بالسيارة جاين كان في شخص تالت معنا فودعوا وهكي بس انا ما قبلت انزل من السيارة نزل وشدني من السيارة وقرروا وغمارني وهكي انه خلاص هو موصر بدو يودع فهم ما قيل شيء بس مو بعرف هيك في شيء غريب بهاللحظة رامي دايما كان عندو كلمة رددة ممكن هون بالبيت مرددة اكتر من 12 مرة اكيد مش ورا بعضهم يعني كل فترة كم سنة يقل لي هاي الكلمة وكان يقول انو بحس حالي بدي موت شب رامي كان عارف انه هو رايح واذا مني غلطاني كل اللي ما رأت فيه بأكد انو رامي كان عارف بأي عمر رايح بس صارت القصة طبع رامي الحادث كان عمري 13 سنة ما كنت كتير واع على اخبار وعا كل شيء بقيت مصدوم برا فترة معي يعني لتقريبا ثلاثة اربعة ايام قبل ما يعني بس شفت شفت رامي قدامي لرجعت صدقت لرجعت ما كنت عبدا نواع على شيء بس ما أثرت علي إلا لهلأ من تقريبا سنة 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 وشوى لكن توعيت ولاشت أنا أسأل يعني أثرت علي من كل النواحي من الأول ما صارت أسترامي أنا قلتها وبقول انو اللي على ما صارت تقرب وتحكيني انو انو انت هلأ خليك حتخيك صغير وحد أمك ودريه وعرفته ومشبوعيه بذات الوقت أنا كانت تشايف كل القوة كل القوة بأمي أو من أمي فمن هون مشدد انو بهالبات هي الأم والبي وهي المسؤولة نحنا أكيد زي بالذكر وميد على قدر الإنكام نقدر نساعدها أنا بضل الخي الوسط نحنا منضل ثلاثة إخوة وإم وبي ثلاثة موجودين من هون اثناء موجودين بالصماء هذا إيماني بقلي هيك أنا موسيقى 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 رامي كان فيه أكلات كتير بحبه هنا رزع الجيج ملوخية طبولة طبولة أمه بس بغض النظر عن المشاوي يعني بحب كل أحد وإحنا هيك معاودين لأحد إنه كلنا منجتمع ثواب نعمل مشوي يمكن أكلت كتير متنعت أعملها والأكتر شي هو لحم المشوي لأنه كان هنا في حوار على المنقى الأنورامي دائمان دائمان هذا الشي ما كنت أتجرى أعمل هالشي مرة بعد سنتين يمكن كنت عم جيب لحمة وكن شادي معي فطلع فيه شادي قال لي ماما هيك بي كأنه عم يعني بطريقة عم ترجيني إنه ماما فيك تجيب الرحمة مش بيه وبوقف أنا وروني روني رفيقه يعني أنا نحنا منشوي فأنا هون يعني وعيت إنه هيدا ابني كمان إنه إنه حتى رامي ما بريد يعني أنا سعي هيدا الشي عم بدي يقني بس إنه قلت له إيه ماما أكيد مرة هيك بالنهار لويتي يعني كنت كنت متذكره كتير يعني ومتدائك يعني بدي فيش خلق به هالطريقة بشي معين فتلاعت معه أنا أكتب أنا أكتب به هيدا أنا أكتب غنية لروني فرقنا العدر حسم الأمور أخذك لعند الأدير خلف البحور فرقنا العدر حسم الأمور أخذك لعند الأدير خلف البحور ماشي بطريق داكن قلبي حزين سكوت وظلم لكن عم بسمع نير ماشي بطريق داكن قلبي حزين سكوت وظلم لكن عم بسمع نير عم بسمع صوتك بيصرخ بدني وبيقلني وينك تركتني يا أخي عم بسمع صوتك بيصرخ بدني وبيقلني وينك تركتني يا أخي تركتني كفي المشوار أنا لحالي جعني نكمل المشوار وانطير بالعاني خسر كأنه حاطت كل أمال بشخص خسره بس أنا متأكدة أنه رامي رح يوقف معه ورح يكون معه وأكيد ناجي خيو حاضنه وربنا ما رح يتركناه أشمل عمر عمين سرق منه ويروح قلبي أنا هددت أبصار بالنوح أنت الأمل كلمة الأسبة لي يدوح وعدني حبيبي على الهواء باقي أمين خذني معه خذني معه اللي أنا شوينه وضي العمر كل ما شوحا من أربع سنين كان وقتا قبل عند الأم كم يوم بتحكيني بنت كمان بقرفة من ورا رامي يعني فان رامي بتحكيني بتقلي في شخص عنده بروجرام على تيفي ربح وهيك وحابب يحكي عن رامي وعن أمك بعيد الأم وعيدها فبتتواصل معه قلت له أنا أكيد فتواصلت مع جيسيكا اللي هي خطيبت اليوم وقالت لي أنه أنا بدي أحكي عن رامي وعرفته وحابه هيك وحابه أخذ الأوكي منكم فقلت له أنا أكيد وقلت له ببعط له فبعط له أغاني لرامي وطراتي اللي كرميل تحطهم بالحلقة فما رأيت الحلقة أكيد أنا مبعدت شي لأنصيب بوقتها ما رأيت الحلقة وكنت وطأ أخذت رقمه فحكيتها تواصلت معه على التريفون وقلت له أنه ماما أحبت تعرف إليك وتشكريك وهكي وهي أمي ما مش ديريهني بشي وطا أنا هيك مني طلعت هالخبرة فقلت لهي أكيد وأنا حب إتعرف إليكم هك بظن أنا من هيدا نهار بلشت هيك العلاقة تركب يعني فأنا اعتبرت علاقة بيني أنا و جيسي بلشت من خليل رامي يعني وهي هيك يعني مش شهر من ورا رامي يعني طرفتها ليعو وبعضنا لها الله الحمد الله يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى يا سلام شو نتمنى بحياتك تتهنى هالفرحة طرفتنا والفرحة زمعتنا شو حلوي ديتنا مبروك مبروك يا الله هارس ناجي ابني بإذن الله قريبا أكيد أنا ما فيه يقول مش فرحانة هيدا ابني هيدا ابني يلي يعني يمكن قلنا زمان ما ما فات الفرح وهيدا من حقه من حق كل حدا من ولادي أكيد أكيد فرحة كبيرة 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 أكتر ما بتصوري لقلي أكيد عقد عقد ما أنا بتمنى أنه كان يكون هو باري فرامي واقف حدهم وهو معهم دايما بس كنت بتمنى كمان بالجسد يكون ماء بحدهم إن شاء الله ناجي بجسده يرجع يرجع الفرح على البات أكيد محا أكيد بيأسر كتير مش شوية بس محا هي هذا الشيء اللي عند أمي حا يضال عند أمي بس أكيد بيعطي هيك شقلة على البات بيعطي شقلة فرح وترجع هيك شوية يعني بعدها مثلا عنده أولاد بيجرى هون تنبسطنع تشوف أولاد أولاد أكيد ترجع تتذكر مثلا ما نقول إنه إيه راميكا ممكن يكون معنا بالعرس ممكن يكون عنده أولاد خاي أو هيك بس أكيد مبلا بيرجع كتير بيعطي شقلة على البات إن شاء الله بفرحة ناجي بيكون أول لون غير الأسود باللبس واليوم بعرسي عملها بدار أساسي إذا بنا نحكي عالناً يعني مدياً وأساس مالموسة وإما أروح أحجز في للعرس يعرفوا إنه أنا خيوة رامي ديغري يعمل ديسكونت وديغري يزابط الوضع وديغري الفتيح ونضم أن نطلب شي يعني نحنا أصحاب رامي يعني ممكن قول إنه رامي عارف يختار أصحابه عارف يختار صداقته من الطفولة عقد ما رامي كان وفي رفقاته أوفية بقيوا أوفية لأمه لأمه لرامي ما اعتبروا بس إنه رامي خلص انتقل وهدا صديقنا راح لا رفقات رامي صديقهم بالنسبة لهم بعضهم موجود موجود بأمه لرامي موجود بخيه بخيه التاني موجود بقلوبهم بحياتهم بحبهم كتير بحبكن كتير وهن بالنسبة إلي من ريحة رامي حتى أنا بس شوفهم في شي جواتي ما بعرف أعبر عنه ما بعرف أقوله حسي عم شوف رامي فيهم كل ما إيجي يزول كوكو وقتها من هوني بتذكر نهار كنا تشارع كتير أنا ورامي على شغلي بس كتقطع أخده وتعنا نروح على الجامعة ومراه ما كان يسوق كنا نروح معي دايما وهو كتير بحب ينطرني وأنا كتير فونكتويل وكتير بعصب معايد الغلط مرة نطرني شروع ساعة بعطر له مساج إنه أنا ماشي دورت ومشيت بشوفه ريح لكنه رايب الفيجاما عم يدقل على السيارة تأنترو موسيقى بالنسبة لقضية رامي يمكن العالم اليوم تقول إنه بعد ست سنين عم نحكي بقضية رامي وبعد مئة سنة مازال القضية بعد قضية ومازال ما حدا سأل عنه ومازال ما نعمل شيء أبدا راح تضل قضية وراح تضل نحكي فيها أنا متأكدة ومن زمان كتير سلمت أمري لربي لأنه هو الأقوى أقوى من كل إنسان ما تبرح على قوي على هالأرض كذبوا من زياف الكلمات واستسلبوا للذات وأشعوا أن الله بعيد بعيد كما السماء كذبوا بصت رامي بالذات كانت تجربة لأنا وكيد قربتنا من بعض أكثر كوني أنا هلأ أكبر من شادي وبحس أكيد أنه عندي مسؤوليات تجاه وليزم لازم قوم فيها بشتغل أنه تكون علاقتي مع شادي أحسن مش خوفا من أنه أخسر شادي أو هو يخسرني أو أخسر حدا من هو لأنه مانا يعيش به الهوص غربنا كدبوا تسير يعني بعيدنا إلى هلأ مش مقتنع بس أنه بصلت لمرحلة اللي انجبرت أنا حالي أنه خلص أنه راح وخسرت صديق وخي يمكن رامي كان يعملني متما بيعامل خيه عن جد وأنا نفس الشي لأنه أنا ما عندي أخوة شباب كمان خسرت كتير أشياء مش إنهم بحكي بس كانت شخص كتير بريح باستقادة معه صراحته عفويته أديه هو وافي للعالم اللي بيحبه أنا اليوم مخسرت رامي بالنسبة لي أليه ومخسرت خي ومخسرت صديق ومخسرت باي أنا اليوم مربحت إذا بدك بدلت بدلت جسد عالأرض بروح بالسماء أبدية خسرت حدا أكبر معا هيدا إذا بدك كانت أول فكرة أو أول ما أنا انتقل رامي كنت ها أنه أنا كان عطول يقلي نحنا رح نكبر شسوا فأنا أول خسارة أنه أنا خسرت اللي عم بكبر معه ما بعرف أنا إذا رح قدر أكبر خسرت شو بدي أقول خير فيه خدني معك على درب بعيدي مطرح ما كنا أولاد صغار دفي ربيعي بشمس جديدي نسيني يوم الصرن أكبر نسيني يوم الصرن أكبر نسيني يوم الصرن أكبر فأنا لست سنين بطلب هاد طلعام بدي شوف رامي بدي أحلم بي رامي وحضرته أنه ما مخلى ولا بيت بيروح بزور العالم كله كل عالم تحلم فيه أنا اليوم بطلبتني يوم حدا بدي أقلي من فاز رامي إنه حلم بيرامي إنه يا ابني مضيع البيت مثلا إنه أنا الي طالبي بدي شوفك فما بعرف أو هو يكي عم بحرقصني متل ما كان قبل يعني ممكن بس بعد عندي أمل إنه أو عم بيقلي إنه أنا معك مش بالضرورة إنك تحلم فيه بس بيقلك إنه حبي أحلم فيك وحبي شوفك بستقو غمرك لذلك إنك تقتلي كتير وبحبي كتير كتير أمي يا أمي أهديك ذاتي قلبي وروحي حبي حياتي فيني أحكي مثلا باختصار عن حلم حلمت نهو زيته ثلاث مرات وبعد وفاة وبعد رحيل رامي كل حلم بآخره بنتهي إنه بيجي بيغمرني رامي بيغمرني بوعا آخر مرة غمرني فيها على درجة انتراز قال لي شو بدي أعمل يا خيه إنه شفت شو صار فينا هلأ عطينا مفتاح وقال لي هلأ أنت صرت كل شيء أنا دردان أعطيني نارك أنا هربان حميني بدارك شو بيعمل لما بيشتغلوا على دعامي؟ يوتيوب تراتيل، صور، ذكريات أيام بيقعد لحالي هيك بسكر باب القوضة اليوم بدي أعد نتذكر هلأ مرات ببكي مرات بدور السيارة بنحب عملك السدورة لما أشتغل رامي أول شي بتذكر القصص الطريفة اللي كانت تصير وبتذكر في مشهد ما بيروح من راسي لما كنا أولاد ونقعد ندردش وننكت بس بما أنه رامي هالقدة كان إنسان مصلح وهالقدة كان شخص يعني أنا بصلي على صوته لما بدي صلي ولما بدي أتذكره بتذكروا بالكوتة الصلاة يعني ما بقدر شيلها هيد الكوتة ما بقدر شيلها الجانب من الجوانب لعند رامي لما أشتغلوا بحط رتيلة بسمعوه كثير بحب فوت أحضر للبرايمات طبعاً كثير بحب أتذكر رامي هيدا الشي اللي كان نهو كثير حباب على شو بيقولو هاك الحلم اللي وصل له يعني كي بحب فوت أحضره حتى لجو مرقا ما أحلاها يا ليلة باني شوف النور لو شفناها بديت رامي يعني أنا بحب ضل محافظة علي كان يحبه رامي رامي ما كان يحب حدا يفوت على قوته يعني حتى أخوته مش كرميل شي ما قوته كتير بسيطة وكتير متواضعة وما فيه شي بس هو كتير بحب الترتيب بحب النظافة بحب كأنه يعني يعني كأنه هيدا ما بحب شو بدي إقلي إنه شي هيك ملكه أو مملكته يعني هالغرفة وأنا اليوم بقل له لرامي وحتى بدوم أقل له هو بيعرف إنه قوتك ما حدا بفوت علي قوتك بعدها متل ما انت رتبتا متل ما انت كنت حاطيت كل غرادك بدي قل له لرامي خليك ما تتركني بولا لحظة بحياتي وصليلي من فوق ودلك حمينا كلنا أحبك بعد في فترة أصيلة لأرسي أقل من شهر بدي أقلك رامي حندبك أنا وياك ونرقص سوا وإذا الله راح نقص لغطوك كمان سوا واسمك حيكون مدوبة بالسمع بنهار عرسي وخلى عينك على كوكو شادي لو أنا تجوزت وبقس خلاص بليس موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لامين لامين الزهر بينحنين وبتشرق لامين اه لامين لامين شمسك يا دنيه يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي انا